الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والعلاة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم هذا التعبير في آيتين من القرآن الكريم بالنص في سورة الحاشر الآية التاسعة وفي سورة التغابن الآية السادسة عشر الله تبارك وتعالى يخبر بالعاقبة الحسنة يعطي ضمان فأولئك هم المفلحون ضمان بتعبير انحصاري هذا هم ضمير الفاصل العائد إلى المبتدأ المخبر عنه بذلال مضمون الآية أن المفلح التي عاقبته حسنة هو خصوص هذه الطائفة من البشر ومن يوقى شح نفسه الإنسان في حياته يرتكب خطأ واحد فقط يخفق إخفاق واحد فقط ومن خلال هذا الخطأ الواحد وهذا الإخفاء الواحد تتتالى عليه تتسلسل منه كل الأخطاء الأخرى الخطأ في التفسير الإنسان يخفق عندما يفسر الحياة يفسر القيم القيم في الحياة عند الإنسان تحدث عشوائية ضبابية في الفكر من هنا يبدأ الإنسان مسيرته الانحرافية شنو القيم ما هي رسالة الإنسان في الحياة هوية الإنسان في الحياة ما هي هنا يحدث خطأ في التفسير في التأويل ومن هنا تبدأ المشكلات والويلات على الإنسان ما هي حقيقة السعادة وما هي حقيقة الشقاء هنا يحدث خطأ في التفسير لا نفسر هذه المفاهيم الدقيقة بالغة الدقة إلا بتفسير سطحي النظرة سطحية تعطي تفسير تأويل سطحي هنا تقع المشكلة كل مشاكل الإنسان تأتي من هذه النقطة الإنسان عندما يفسر السعادة يفسرها سعادة لا ترتبط به سعادة الحيوانات أجلكم الله السعادة البهيمية شنو السعادة من هو السعيد الإنسان الذي يمتلك مال ثروة ويمتلك راحة بال لا يعتدي عليه أحد لا يضره أحد لا يتضرر من شيء هذه مفاهيم لا تخص الإنسان أصلاً أبعد ما تكون هذه المفاهيم من سعادة الإنسان الإنسان ذا رسالة في الحياة الرسالة لا محالة تجلب للإنسان البلاوي أني جعل في الأرض خليفة خليفة الله يجب أن يقوم بشؤون هذه الأرض بشؤون الحياة الإنسان لا يخلق عبث لا يوجد لا يوجد ومشدود وشنو برسالة رسالة شديدة الثقل إدارة الحياة إصلاح الحياة هذه الإدارة هذا الشأن الإنساني من وراه كل البلاوي كيف يعيش السعادة الإنسانية دون مشاكل ودون مخاطر ودون مخاوف هذا كيف حياة هذا التفسير تفسير الحيوانات يأكل ويبربع وينشع وينام على راحته الإنسان إذا نام على راحته هذا معناته أنه ما تصدى لمسؤوليته لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله الإنسان الذي يقعد لا يضرر عندما يضع رأسه على الوسادة لا تهيج به الهموم هذه ليست حياة جزيلة هذه هذه ليست حياة إنسانية هذه حياة البعاء إذا الإنسان كان خالي من المشكلات إذا ما تكالبت عليه الدنيا هذا ليس إنسان هذا لا محالة لا بد وأمقصر في رسالته إذا الإنسان القريب والبعيد ما تعرض له غير أولي الضرر القريب والبعيد ما تعرض له الحياة ما سحقته ما سحقته بالأرض هذا الإنسان معناه لا محالة ما متصدي هذا ما حامل هم الحياة وإذا الإنسان ما يحمل هم الحياة من يقوم بأمر الحياة هذا خليفة الله في الأرض إحنا نفسر السعادة هي أن الإنسان لا يتعرضه أحد لا يتعرض لظلم لا يتعرض لإجحاف لا يتعرض لجحود هذه هاي مفاهيم هاي مفاهيم السعادة هذا خطأ هاي سعادة عندما عنده يعيش شايفين في بيوتنا بعد أكو ديوتها لما يعيش هاي الشكل كله يأكل منها الصوب ينام منها الصوب شنو أذن ثم ماذا حتى فد بيض ما يخلي ما يترك فد بيض حق هذا شنو هاي الحياة هاي تفاهي بلا حدود هاي تفاهي ونحن نسعى بكل جهدنا نحو هذا التفاهي نكرس حياتنا في هذا التفاهي وأخيرا يخرج الإنسان من الدنيا وشون يمسون فاضل يدين هذه هي التعاسة عندما تضع رأسك على المخدة ولا تأتي كهم الهموم هذه تعاسة هذه هذه يعني عيشة الحيوانات هذه أشد أبرز أنواع التعاسة وعندما تكون منتوف منتوف يعني نتفوك العالم كله جاي نتفك هذه هي السعادة عند ذلك تدرك السعادة نعم بعض وقات الإنسان يعتدي على حقوق الناس على كل حال يسرق يقتل يكون منتوف لا لا عندما يقوم الإنسان برسالته عندما ينهض بمسؤوليته عندما يريد أن يدرك هويته ما يريد يدور على راحة راحة بال ما يدور على كثرة مال لا يخاف في الله لو مت لائم هذا هذا الإنسان هذا هو أدرك الهوية هنا تقبع المشكلات عندما نبحث عن الدوافع والبواعث لهذه الحالة في الإنسان تجدها في حالة هذه الشح الشح هذا الخشونة هذا التسلب شايفين تسلب شرائين تسلب شرائين ماكو في الشرائين تحدث في الشرائين حالة اللي ما فيها مرونة هذا يسمون تسلب شرائين أكو تسلب في النفس ما فيها مرونة اكو تكالب اكو نزعة ميل شديد على شنو على الراحة وهذه الراحة تصير على حساب شنو الهوية وانا كدت هويتك وانا الانسان يخسر هويته المصيبة البواعث والدوافع شنو كلمتان المبالغة والاخفاق احنا نعطي حجم كبير للمشاكل ما صاير شي دائما نقول لنفسك هاي الكلمة ما صاير شي شاير هاي الكلمة كررها شاير مهما كانت المشكلة كبيرة قل لنفسك شاير مصر الانسان بشغلة بسيطة حقيقة بشغلة جدا بسيطة باعتبار عنده طبيعة المبالغة اعطاء حجم كارثي دائما احنا نعطي نضفي طابع كارثي على قضايا تافهة في الحياة شنو صاير فاد واحد اكل فلوسي كلها وانا الان خسرت ستين سبعين سنة من الجهود ما صاير شي والله ما صاير شي الله ينطيك عمور يتعوضها اضعاف انت انسان هاي التجربة اللي عندك اثمن من اموالك هاي جهود ستين سنة تجربة اهم من الاموال خلال سنة تعوض كل جهود ستين سنة تعرف المداخل والمخارج شفيك ليش الانسان يتعرض للانتحار ليش ولا اجل شنو يشوف منظر يجد خيانة بسيطة مثلا يروح ينتحر شنو صاير اش دعوة ش دعوة فالطفلة عندي انا في البيت هذه اذا صار عليها ترشح ماي قليل اووو تقلبه الدنيا اووو لازم ابدل ثوبي هذا ماي هذا مو مو مثلا شربت ما في مو دهن خو هو ينشف اووو تقلبه الدنيا هاي حالتنا من قطرة ماي تنقلبه الدنيا عنا هاي المبالغة في اعطاء حجم كبير بالنسبة الى المشاكل للحياة الحياة كل مشاكلها لا قيمة لها وكل مواهبها ايضا لا قيمة لها احنا عدنا في مبالغة ثانية عندما نعطي حجم كبير للمواهب الدنيوية شنو الدنيا دنيا زوالة حسنا مثلا هاي القضية فيها ربح كذا اوو نتكالب على هذه الحالة اكو نشافة في مزاجنا اكو خشونة في مزاجنا مزاج ناشف ناشف ماكو مرونة هذا الربح اذا انا خسرت في اذن خاسر الدنيا ما صير شيء انت عندك عمر الله مطيك حياة هاي العافية اللي بظفرك تسوى كل هاي الارباح المواهب الدنيوية اكو مبالغة واكو اخفاق نخفق عندما نقيم الامور نخفق في هذا التقييم نعطي تفاهة لأهم الاشياء التي هي قيم ترتبط بالاخرة نخفق نعطي تفاهة نقول هذا شيء تافه هذا الاخفاق السيد العام رحمة الله عليه نقول عن السيد الجد رحمة الله عليه انه ايام شبابه في سامراء كان مجنون هذا المجنون حياة المجنون حياة مزرية حقيقة من جملة الحياة المزرية مالتك كان يعتقد شنو مادر في حادث مثلا اكو ماي قطر على راسه فصار يعتقد انه اكو على راسه جرة كبيرة جرة هذا الخزف جرة كبيرة على راسه مليانة ماي ويعتقد انه هذا الجرة اذا انسكب الماء منها او اذا تعرضت لكسر كذا فحياته تنتهي شوف مجنون فكل ما كان يتحدثون مع اطباء يناخشوا يقولوا بابا هجي شيء ما ممكن مو معقول شنو جرب راسك لا يقول جرب راسي بعدين بسبب هذا الاعتقاد كان يمشي باتزان يقعد باتزان يتصرف باتزان حتى شنو يعني مخايف على هاي الجرة لا تطيح هذا اتزان جميل بس منابعه خبيث هذا اتزان خبيث الانسان تارة يتزن في الحياة بسبب بواعث خبيثة شنو هاي العقلية الاتزان اللي يأتي من عقلية شنو تحكم انه اكو على راسي جرة ماي على كل حال كل ما عالج وما فاد وياه اطباء كانوا يقولون بابا مو معقول هذه الشغلة ما كان يفيد وياه الى ان اخذوه السيد العام يكتب هذه القصة في احدى كتبه اخذوه الى طبيب نفساني مهم هذا الطبيب النفساني قلوه للقضية ثم ادخلوه هذا المريض مسكين عليه فالطبيب قال له تدري هاي قضية اللي تتحدى حالتك اللي موجودة هذه حالة موجودة في الطب واتفان هاي حالة طبيعية وفي طب مثلا بطليموس بطليموس يقول هاي القضية حقيقية ما اجأ انكر عليها هذا حتى شنو ينصدم وقال له علاج عندما اعترف له ان هذه حالة طبيعية فاذا لابد ان يكون علاجه هم علاج صحيح علاج ناجع فعطاه حبوب حبوب مقويات عادية ها مو انه واخو ماكو هذا خو جنون هذا فكان يقول لهذه الحبوب جدا مؤثرة في علاجك يعطي حبوبه بين فترة وفترة يستدعي الى العيادة يخلي سلم يروح فوق يمسك مثلا فوق راسه وبعدين يقول جاي تتحلحل هذه الجسمة فتدرجا بشكل متدرج الان فد يوم علق خزف من هذا النوع الخزف الكبير على راسه علقه في السماء حتى يعطي إيحاء وجابه قال له بعد خلاص الان وقت تحانه وقت انه تتخلص من هذا الجرة اللي براسك على كل حال جابه هو ما يخليه يشوف شيء سد عينه جابه ووقفه تحت الجرة وبعدين على كل حال بتظاهر كيف نزل هذه الجرة قدام عينه وأراقه ماءها ثم كسرها وذاك شوف ما راح تروحه فعاد إلى حالته الطبيعية وراحت هاي الرزية من حياته هذه فحاله أكاد أقول أنه براسني إحنا البشر أكفت جرة كله هذه الجرة تخلينا نتزن في الحياة هاي جرة الجنون جرة إخبار الحياة مو هالشكل قال أمير الممين عليه الصلاة والسلام كل شيء هاي نهج البلاغة في الدنيا سماعه أعظم من عيانه وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه انت تسمع فتشيء تسمع هذا مثلا المنصب الإنسان نزع عنده ينزع إلى مناصب ما يدري أن هاي المناصب مو هالقد فيها خير من وراها بلاوي عنده الإنسان طموح أن يصل إلى أموال كثيرة إحنا حياتنا كلها نكرسها في شنو في تحجيم الأموال هذه الثروات شنو تجيب لنا تجيب لنا مخاوف المخاوف تتحكم في حياتنا بشكل رهيب كلنا نخاف من الخسارة نسعى في توسيع رقعة الحياة ولكن هذا التوسيع شنو يجلب لنا يجيب لنا سعادة؟ كلا كل حياتنا خوف وقلق واضطراب من الخسارة من ازدياد الأعداء من المخاوف مخاوف تتحكم فينا المخاوف الإنسان عندما يخاف يقدر يعيش حياة طبيعية عندما خايف على كل أبعاد حياة تحيطنا المخاوف من كل جانب وإحنا شنو نتحدث مع أنفسنا نمني أنفسنا أشياء لا تفيدنا ما تفيدنا لا حياتنا ولا آخرتنا أكبر هذه الكلمة أعتذر من استعمالها هراء أكبر هراء في حياتنا عندما نفسر القيم والمبادئ عندما نتمنى شيئا في الحياة هذا شيء فاضي حقيقة حقيقة شيء فاضي لا يجلب لنا لو أولا إذا ما حصل الإنسان على هذا الأمر يبقى مدلغم على قرث العراقي ويبقى محزون محزون على الدنيا هذا الحزن يخسرك لذتك في الحياة يخسرك استمتاعك بما تملك عندما تحزن على الشيء الذي فاتك قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من حزن على الدنيا الحزن على الدنيا أو على شيء يفوت الإنسان من أصبح نص الحديث على الدنيا حزينا أصبح على الله ساخطا كلام أمير المؤمنين هذا حزنك يعني شنو تقول أنا وين ساخط على الله ليش لازم ملازم نتيجة هذا الحزن هو السخط على الله تبارك وتعالى شنو هاي الدنيا استمتع بالشيء اللي عندك استفيده كل مبالغة في الأشياء اللي ما عندنا ما موجودة بعدين لما نحصل عليها هاي الأشياء اللي نطمع نتمنى نمني أنفسنا شنو إنسان لما نحصل عليها هذه الأمور تجلب لإنسان تعاسة قلق واضطراب دائم وهذا القدر والاضطراب تدري بعد ما يخليه يقوم بالمسؤولية يقلق أن أمواله تخسر يخسر موقعيته يخسر اعتباره فدواحد جاي يمه يقوله تعال وقع لي في البنك الكذائي أنت عندك اعتبار أنا أريد أتزوج أنا شنو أخاف هذا الولد يأخذ الأموال وبعدين ما يقدر يسدد وأنا أتورط واعتباري يروح إذن شنو فائدة هاي الاعتبارات شنو عندما نحصل على ما نتمنى تو يبدأ ويانا الخوف والقلق شنو هذا الهراء حقيقة شنو الحج الفاضي اللي دائما يدور في بالنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إحنا 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 خلناهم هالشكل واحد بالقمة واحد بالحضيظ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا كلام رب العالمين ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليش شوفوا التعبير الرهيب ليتخذ بعضهم بعضا سخرية بعدين الله يقول ورحمة ربك خير من ما يجمعون أكو شي ثاني غير هذا اللي أنا أقسمه بينكم اسمه رحمتي هذه وايد أحسن من هذا اللي أنا أنطيكم إياه رحمتي مثلا الإنسان اللي يعيش حياة مزرية مرأة مطلقة الزوج يعتدي عليها أو المرأة تعتدي مثلا مثلا هذه الحياة التعيسة أنا قسمتها بينكم هذه خليت وحدة تعيش رفاهية وحدة تعيش طلاق ومجالات على كل حال ظلم واعتداء الله يقول أنا أنطي هذه المطلقة رحمتي وأنطي هذه الرفاهية والدعا ورحمة ربك خير من ما يجمعون أكو شي اسمه رحمة لا تشوف الفرد مريض حالته تعيشة مثلا واقع بالإفراش كل أوضاعه متدهورة لا تشوف شوف رحمة الله اللي الله يمنطيه هذا هذا الغني الحقيقي مو هذا اللي يركب سيارة فارهة وعنده بيت واسع مثلا لا لا هذا نحن قسمناه معيشتهم هاي قسمة الله أكفت شي قسمة الله قسمة أصير أنا ملك مثلا أصير الناس يحترموني هاي قسمة الله احترام الناس فلوس ما دري سيارة راحة بال لما تخلي بالك همو ماكو كلها راحة وواحد أخليه كل حياته مسحوق بالقاعة مشعولة صفحته كلها مشعولة نار ولكن هذاك أنطي رحمتي هذه آيات قرآنية حقيقة هذه هي الحقائق مو هاي الحقائق اللي احنا نتحدث عنها الهي الامام الحسين عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي احنا كل الحقائق اللي نعتبرها حقائق نعتقد أنها حقائق كل حاجة فاضي كل حاجة فاضي كل تخيلات مثل تخيلات هذا صاحب الجرة اللي كان عنده تخيل وليتش براسة هاي الشكل احنا براسنا كل واحد جرة مليانة هموم غموم طمع طمع هاي جرة لازم تنكسر بس مو كل واحد يقدر يكسرها لازم هاي تنشال من الراس وإلا تصير متزن تصير عاقل تتصرف ب بثقل بس شنو من ورا هذا الاتزان شنو اخبار الراس يدور بكل أنواع الخبار عندما نتعاطى مع مفهوم معقد برفاهية مفهوم السعادة مفهوم معقد بالله عليكم هذا عقلك يخدعك هذا يسموه خداع العقل من أرض أنواع خداع العقل عندما تريد تتعامل مع مفهوم عميق معقد شديد التعقيد تتعامل برفاهية تخلي رجل على رجل وتفسر هذا التفسير ما رح يطلع عدل عندما لا يتفسر عدل حياتك مرهونة لهذا التفسير الباطل تصير عندما يفسر الإنسان أكون في رأسه جرة شون تصير حياته هذه الحياة أقولها بملء فهمي تكلفة هذه التفسيرات والتأويلات باهضة على حياتنا بابا عدل تفسيرك تحرر من كثير من المشاكل بتعديلك هذه التكلفة بالغة أنت تفسر الحياة تفسر السعادة شيء ثمن هذا التفسير شنو؟ هويتك تفقد تفقد رسالتك في الحياة دائما أكو نزاع بين الرسالة أننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال هذه الأمانة وحملها الإنسان الآية مو الشكل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا أكو نزاع بين الرسالة والأمانة والهوية أنت إنسان وبينه شنو؟ شهوات زائفة بين حديث نفساني أعتذر من هذا التعبير هراء هراء اتمني نفسك بشنو؟ ما يحصل في الحياة وإذا حصل ما يجلب لك للسعادة يجلب لك التعاسة والبؤس أكو نزاع تحرر تحرر من هذا التفسير فسر السعادة أن أبلغ درجات السعادة عندما تكون منتوف عندما يعتدى عليك أخوك يعتدي عليك زوجتك زوجك زوجك يعتدي عندما يهضم حقك هذه هي قيمة الحياة الحياة هذه طبيعة الحياة ليش تفسر الحياة بطبيعة ما ترتبط بالحياة خلقت على كدر أمير المؤمنين يقول خلقت على كدر يعني شنو؟ يعني كل أبعادها كدر كلها محنة كلها حرمان وهذا الحرمان هي السعادة الإنسان يدرك سعادته في الدنيا من وراء شنو؟ الكفخات اللي يأكلها فيها موهشكة؟ وإلا إذا إحنا عشنا حياة ترف وكل هذه مو حيوانية وصلنا للحيوانية أخيرا أنا إنسان أشرف مقلوقات الله أقضيها الحياة أقزرها على شنو؟ على الطريقة الحيوانية هذه كارثة إذا شفت حياتك مرتبة رح دور شغل شوف عرف أنه هذه مو حياة منجزة هذه هذه مو حياة إنسان الحسين عليه الصلاة والسلام من أجل جهادة يحرم من شربة ماء يقضيها هذه الحياة بعطش هذه هذه مبادئ هذه قيمة الإنسان الإنسان خلق من أجل هذا المفاهم هذه المفاهم تكلفة هذه العقلية والله باهظة على حياة الإنسان جاي تدفع ثمن باهظ تدري شنون ثمن أنت عندما تحقق ثروة تحقق أولاد تحقق أهداف هذا التحقيق ينطيك كل شيء ينطيك الشيء اللي يريد بس يخسرك حياتك أنت جاي تخسر الحياة العمر دا يروح بالفاضي نعم سيارة فارهة والناس يحترمون يبوسون إيدك كذا شنال فايدة بالقبر شي في إيدك مليار سنة شي في إيدك جاي تخسر الحياة جاي العمر يروح بالفاضي غير هذه الطريقة بتغيير هذه العقلية يتحكم الخوف نحن مجبولين على هذه التفسيرات أشد أنهي حديثي بهذه المقطوعة أشد ما يتم تزييفه وتشويهه في الحياة تدرون شنو السعادة والأسفل وما يقابل السعادة من البؤس أشد ما يتم تزييفه تزييف يعني شنو يعني تفسر تفسير خطأ تشويهه نحن نشوه بعض المفاهيم في الحياة نزيفها تدرون أقوى تزييف يصدر من الإنسان في الحياة تزييفه تشويه مفهوم السعادة ومفهوم البؤس انزيف بالعكس تماما وهذا ثمنه باهظ حقيقتين هناك كلمة أن نظرية جديدة جداً مستحدثة نظرية في الفيزياء في الحساب الفيزيائي يسموها فوضى الكون أو فوضى الكون فالنظرية جداً ألا جاء يقاتلون عليها هذه تقابل نظريات الفيزياء القديمة نظرية حديثة جداً فوضى الكون الفوضى مو معنى لا قانون الفوضى هنا مو معنى أنه انعدام القوانين والمعايير ليس معنى الفوضى هذه تعبير يسموه في هذا الفوضى ليست معنى هذه الفوضى الظواهر العشوائية لا شوفوا لاحظوا قوانين الفيزياء تقول إذا مثلاً رميت مثلاً شيء ثقيل مثلاً بسرعة خاصة بثقل خاص بزاوية خاصة فهذا شيء حسب الحسابات لازم أن يسقط مثلاً في الموضع الكذائي هذه المعايير الوزن والزاوية والسرعة تعطي نتيجة خاصة فتطيح مثلاً بعد مترين إذا غيرت هذه المعايير تغيير بسيط جداً الوزن جداً تغير مثلاً صار أثقل أو أخف بشكل بسيط جداً أو مثلاً الزاوية جداً تغيرت بشكل بسيط أو الاندفاعية مالته فهذا الشيء يسقط من مكان قريب من ذاك المكان الأول هذه قاعدة فيزيائية الأصلية النظرية فوضى الكون اقرأوا عنها تعتقد أنه لا موه الشكل أبسط تغيير في المعايير يعطي نتيجة مختلفة مية بالمية ألف بالمية هذه النظرية التي تحكم عقولنا مثال هذه النظرية يقولون إذا فتفراشة مثلاً في نيوزلندا أقصى الشرق بدأت ترفرف فإن رفرفة الفراشة تحدث سونامي في البرازيل هذه نظرية الفوضى فوضى الكون نظرية جاي يعتقدوها شلون هذا شلون هذا هذه عقليتنا أشبه بهذا المثال كيف تحدث فيضانات تحدث أعاصير في البرازيل أقصى الغرب هذه نظرية الفوضى الآن جاي يدرسوها ويعتقدون أن هذه النظريات السابقة مو صحيحة النظريات في الفيزياء يقولون هاي النظرية صحية ها مو صحيح شنو شنو صاير فالقضية تافهة نعم نحن نعطيها حجم هائل هي قضية تافهة شنو صاير فلان شي لا ماي وجه راح بعد أنا كيف أقدر أعيش أنا بعد كيف أقدر أتنى بالحياة ما صاير شي مهما صار العياذ بالله العياذ بالله تعرض الإنسان مثلا مشكلة عويصة جدا هاي هي عويصة أنت تعتبرها عويصة أنت إنسان تمتلك طاقات أدرك قدرة على التكيف على الجبران الغربين يسموهر ريسايكل غير غرب تبدأ تبدأ تقدر تكون حياتك من جديد بسهولة وخلال أيام بس بشكل لا تنهار إذا نهارت أعصابك تتوتر بعد تدخل في معارك مع كل أبعاد الحياة وتخسر حياتك هذه العقلية هذه المبالغة في إعطاء حجم للمشاكل وهذا الإخفاق في تقييم في تفسير في تأويل القيم هذا يجلب لنا هذه الحياة اللي مليئة بالمشاكل هذه تغير نظريتنا هذه البواعث التي تسبب التعاسي الحقيقي الكارثة الكارثة الحقيقية هذا التفسير مو هاي الحالة الحادثة هاي المشكلة الكبيرة اللي حدثت هاي مو كارثة لا تعطي وصف كارثة لأي حدث في الحياة اعطي وصف كارثة لهاي عقليتك تحدث عن نفسي لهذه الكيفية من التفسير والتأويل وآخر دعوانا الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة